في ظل قلق دولي بشأن معاناة المدنيين في رفح المكتظ بالنازحين أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بين قطاع غزة ومصر ثلاثاء حيث توغلت الدبابات الإسرائيلية في المدينة بعد غارة جوية شنتها إسرائيل ليلة الاثنين الثلاثاء على قطاع غزة الجيش الإسرائيلي قال إن هناك عملية محدودة النطاق في رفح تهدف للقضاء على المسلحين وتفكيك البنية التحتية التي تستخدمها حماس وبحسب وسائل إعلامية فإن الدبابات والطائرات الإسرائيلية هاجمت عدة مناطق ومنازل في تلك المنطقة حيث شهد الناس يبحثون عن جثث تحت أنقاض المباني المدمرة وكالات تابعة للأمم المتحدة أكدت الثلاثاء أن المعبرين الرئيسيين إلى غزة ما زالا مغلقين مما يحجب المساعدات الخارجية فعليا عن القطاع الذي لا يوجد به سوى مخزون ضئيل متحدث باسم منظمة الصحة العالمية قال إن المرضى أو المصابين لم يحصلوا على أي استثناءات فيما يتعلق بالدخول أو الخروج من جانبها أعلنت مصادر في الهلال الأحمر في مصر توقف المساعدات لغزة بشكل كامل عبر معبري رفح وكارم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل فيما قال المتحدث باسم هيئة المعابر في غزة إن معبر رفح وهو منفذ الرئيسي للمساعدات إلى القطاع مغلق من الجانب الفلسطيني بسبب وجود دبابات إسرائيلية مصر حذرت من تداعيات اجتياح رفح بريا وقالت إن العملية الإسرائيلية في المدينة تهدد مصير الجهود المبذولة للتواصل إلى هدنة مستدامة داخل غزة